اول سؤال معانا نمبر وان هايدروجين اند اوكسجين بويل هايدروجين والاكسجين تو فورم ووتر عايز انهم بيتجمعوا مع بعض او بيتحدوا مع بعض عشان يكونهم المية يبقى كلمة يتجمع او يضم يعني كومباين يبقى كلمة كومباين بمعنى يجمع او يضم او يتحد يعني سوف يعطوا على الاداء بتاعها طبعا سوف يعطوا كلمة يعني تغذية مرتجعة يعني كلمة تغذية مرتجعة يعني مثلا انت حلت سؤال درويتي فانا بقيم السؤال ده لو السؤال مثلا غلط اقولك غلط ليه وتعمل كذا وتحلو صح ازاي فرسمها فيدباك يعني التغذية المرتجعة او ممكن نسميها التقييم هما طوروا نيو ايه اللي بيصحح الاخطاء يبقى هما طورهم تقنية او طريقة جديدة اللي بيها ممكن نصححهم الاخطاء كلمة تقنية يعني تيكنيك اللي يليتر بي طبعا كلمة تيكنيك يعني فني تيكنيشن الرجل الفني اللي بيصلح مثلا الاعطال والادوات او الجهزة وكلمة تيكنيك يعني حاجة خاصة بالتقنيات يبقى كلمة تيكنيك معناها تقنية او طريقة يعني بتسوي كلمة method او كلمة wage بمعنى طريقة هي كانت لابسة ايه black suit يعني بدت جميلة جدا يبقى wearing ان ايليجاند بلاك سود يعني بدلة كلمة elegant بمعنى انيقة او جميلة ايليجاند يعني شيء جميل جدا if you look at this diagram لو انت بسيط لهذا diagram يعني الرسم التوضيحي you can see how is company's profits انت عتشوف كيف ان ارباح الشرك كلمة profits يعني ارباح have increased يعني ازدادت عاوز اقول ان هي ازدادت بشكل كبير او بشكل ملحوظ بشكل كبير يعني significantly اللي يليتور d كلمة significantly يعني بشكل كبير او بشكل ملحوظ it's our pleasure بول انه من دواعي سررنا to invite you to the awards ان احنا ندعوك لي هو عاوز اقول بها حفل او مراسم تسليم الجوايس يبقى award ceremony كلمة ceremony يعني المراسم او حفل يعني في تسليم ايه جوايس for young sports people للناس اللي هم الشباب الرياضيين in our area في المنطقة بتاعتنا يبقى award ceremony يعني مراسم حفل يتم في تسليم ايه الجوايس without treatment she will almost die بول بدون العلاج هي تقريبا كده die يعني تقريبا كان من المؤكد ان هي عتموت هي تقريبا كده she will almost certainly certainly die يعني كان من المؤكد ان هي عتموت he is based for a moment seemingly overcome by emotion هو عاوز اقول الراجل ده توقف للحظة يبدو ان هو يعني بيتغلب على الشيء العطيف ده يعني يبقى he posed احنا خدنا كلمة pose يعني واقفة او يتوقف لفترة قصيرة اثناء الكلام يعني يبقى he posed for a moment توقفة للحظة طبعا performant يعني add coded يعني اقتبس كلمات posted يعني نشر post او شيء عالفيس يعني لكن post بمعنى يتوقف it isn't her words الكلام ده مش كلامها she's based them from a newspaper article هو عادوا ان هي اقتبست الكلام ده من a newspaper article يعني مقالة في الجريدة يبقى she coded كلمة coded بمعنى اقتبست لما واحد يقتبس كلام او ياخذ كلام من حد او من مقالة او من كتاب يبقى هو كده coded يعني اقتبس make sure all wires مصبرو تأكد ان كل الاسلاك remain firmly ان هي تظل او تبقى firmly يعني بشدة تبقى firmly attached كلمة attached يعني متصلة ببعضها firmly بشكل سابت او بشكل قوي يبقى attached بمعنى متصل لكن كلمة attacked يهاجم attracted يعني يجذب يشد واحد لحاجة يعني معينة intended او indented يعني بمعنى ساب فراغ يبقى اللي جبعة تكون attached بمعنى متصل the survey data يعني البيانات اللي بتابع البحث ده او الدراسة البحثية a general satisfaction with the process هو عايز اقول ان البيانات دي بتوضح مستوى الرضا العام عن هذه العملية يبقى يوضح يعني يعني indicate البيانات دي indicate يعني بتوضح البيانات اللي هم اخدوها من الدراسة الاستطلاعية او الدراسة البحثية survey عن الدراسة البحثية بتوضح رضا الناس او رضا العام اه في هذه العملية يعني process العملية i usually make friends with people who i can بول انا عائلتا بعمل اصدقاء بكون صدقات مع الناس اللي انا ممكن طبعا اسق فيهم يبقى i can trust يبقى الاجابة letter c trust بمعنى يثق the priest يعني الراهب او القصة ده had traveled from Australia يعني سافرة من استراليا to perform there عشان يؤدي يؤدي بقى طبعا يؤدي مراسم معينة بتكلم بقى عن مراسم دينية يعنش يبقى perform the ceremony 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 يعني هنا مراسم خاصة بالاشياء الدينية لون بقول priest يعني قصة او راهب لكن لكتشرر يعني محاضر representative يعني ممثل ممثل مثلا لشركة لمنظمة determination يعزيمة او تصميم لكن ceremony هنا يعني حفل المراسم او المراسم الدينية please inform us if there are any بولوا من فضلك اخبرنا لو في اي changes in your plans طبعا لو في اي تغيرات كبيرة او واضحة في الخطت بتحتك عايز اقول له كده يبقى are any significant changes significant changes يعني تغيرات كبيرة وملحوظة طبعا كلمة changes اسم فجدنا قبلها صفة كلمة significant بمعنى كبير او ملحوظ any space aid should be carefully selected هو عايز اقول اي وسيلة بصرية لازي بنختارها carefully بعناية selected يعني تختار and planned ويتم التخطيط لها to add clarity اني تضيف التوضيح to the presentation للعرض التقديمي يبقى اني visual aid كلمة visual aid يعني وسيلة بصرية قد تكون مثلا بيجرامي يعني رسم بياني قد تكون مثلا خريطة لو متكلم عن برسم مثلا جغرافيا دي كلها ما نسميها visual aid يعني وسيلة بصرية the conference will begin with a keynote يعني بقول ان المؤتمر ده يبدأ باي بقى a keynote by a leading industry figure بشخصية او من قبل شخصية صناعية قائدة واحد يعني قائد كده في مجال الصناعة يبقى بولي المؤتمر ده يبدأ طبعا a keynote presentation presentation يعني عرض تقديمي مهم يبقى كمي presentation هنا عرض تقديمي في بات المؤتمر يعني واللي يكون بهذا العرض طبعا واحد من احد الشخصيات البارزة في مجال الصناعة i'd like to take this to thank you all وانا حاب ان انا انتهز عضو ينتهز هذه الفرصة عشان اشكركم كلكم يبقى take this opportunity يعني قدامه فرصة ان هو يشكر كل هؤلاء الناس to thank you all ان انا اشكركم كلكم في كلمة opportunity يعني فرصة طبعا quotation يعني اكتباس chain يعني سلسلة average يعني متوسط a successful businessman الرجل اللي هو الناجح ده رجل الاعمال الناجح must consider the losses لازم يفكر consider يعني يفكر في الخسارة before the قبل قبل المكسب قبل الربح المكسب او الارباح يعني before the profits profits بمعنى ارباح الكلمة الاولى profits يعني رسل او انبياء disadvantages advantages يعني العيوب savings المدخرات لا هو عيفكر هنا في الخسارة before the قبل الارباح او الربح before the profits يكون حريصي يعنيش the students have celebrated their graduation او graduation in a marvelous يعني الطلاب دول احتفلهم بالتخرب بتاحهم in a marvelous كلمة marvelous يعني رائع او مدهش in a marvelous ceremony برضو ceremony هنا بمعنى حفل لشيء معين او مراسم لشيء معين مراسم يعني احتفال يعني اللي هو منسميه حفل التخرج يبقى marvelous ceremony يعني احتفال او مراسم آآ marvelous يعني رائعة ومدهشة the attached rsvb form is a power يعني بقول الاستمارة الاستمارة اللي هي مكتوب فيها rsvb دي عن ايه طبعا دي احنا بنسميها استمارة الرد السريع لما تكون داعي واحد مسلا لحفلة فاتي بعده استمارة تقول له انت هتيجي ولا مش هتيجي يعني احنا من فضلك رد بسرعة يعنيش دي اختصار اللي كلمة اسمها respond please يعني رد من فضلك يبقى دي عن اقول اللي جابة تكون letter c يعني reply reply to letter او reply letter to say whether you can attend an event عشان تقول ما اذا كنت ستستطيع ان انت هتحضر الحدث ده ولا مش ترعب تحضر يبقى كلمة rsvb دي اختصار لكلمة اسمها respond please يعني رد من فضلك سريعا يبقى دي reply letter جواب رد عشان تبين ما اذا كنت ستأتي او تحضر او لا our end question is the one that you don't expect to get a specific answer to يعني ده السؤال اللي انت لا تتوقع ان يكون ليه اجابة محددة ده احنا بنسميه السؤال البلاغي يبقى rhetorical question اللي يليتر دي يعني بلاغي سؤال بلاغي بقول لي رحاب دي اتمالها بقى ولكن ده موقفهاش ان هي تكون او انها اه موقفهاش عن working out يعني التمرين او عمل التدريبات يبقى رحاب is disabled يعني يا معاقه وعلى الرغم من كده ده طبعا موقفهاش ان هي تكمل تدريب او تمرين which space successful people share هو هنا عايز اقول له ايه السمات او الصفات التي تشاركها الناس النجحين so they can keep making progress وبالتالي هم بيستمرن في احتاس التقدم يبقى which qualities اللي يليتر بي qualities يعني السمات او الصفات طبعا اول كلمة quantities كميات the merits يعني عيوب وبالتالي يعني عقبات هو عاوز اقول طبعا share في كلمة تشاركهم السمات ايه السمات التي يتشاركها الناس النجحين he space the main points from the meeting هو عاوز لنوى لخص النقاط الاساسية في الاجتماع يبقى he summarized لليتر دي summarized بمعنى لخصة we need some more احنا محتاجين المزيد من ايه from the people who use our website من الناس اللي بتستخدم الموقع بتاعنا احنا عاوزين تغذية راجعة او تقييم او رأس من الناس اللي بتستخدم الموقع بتاعنا ودي ما نسميها اقولنا اسمها feedback 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 بمعنى تغذية راجعة او معناها رأي او تقييم لشيء after the first round of the بعد اول جولة من ايه he had scored thirty two points هو سجل اتنين وثلاثين نقطة يبقى بعد اول جولة في المسابقة يبقى of the competition اللي هي letter a completion يعني مسابقة please تقول له منفضلك your name اسمك age عمرك and marital states يعني الحالة الاجتماعية لو انت تزوج ولا لا يبقى please indicate كلمة indicate يعني اكتب او وضح وضح اسمك وعمرك والحالة الاجتماعية طبعا motivate يعني وثير الدفعية notice يلاحظ evaluate يقيم لو بقول وضح او اكتب اسمك وعمرك او قاعد تقول في المتوسط كده انا بشتري طبعا جريد او صحف مرتين في الاسبوع يبقى on average average اللي هي letter b طبعا كلمة avenge الاولى بمعنى انتقام وكلمة اه بمعنى انتقام او ثقر بمعنى شراب او مشروب حاجة بتشربها يعنش لكن اسمها on average يعني في المتوسط طبعا ما بقول احنا قيمنا عايز قول كده احنا قيمنا الموكف ده كويس قبل ما اتخذ القرار يبقى we evaluated اللي هي letter c we evaluated the situation very carefully يعني احنا قيمنا الموكف ده كويس جدا يفروي بمعنى يقيم our new teacher certainly knows how to المدرس الجديد بتاعنا عارف كويس جدا how to ازاي ان هو his classes ازاي يثير الدافعية عند الفصول بتاعته هو عايز قول كده how to motivate كلمة motivate بمعنى يحفز او يثير دفعية الطلبة she won the best leading actress for her rule in the film اللي عايز قوله دي فازت بجيزة افضل ممثلة اللي الدور اللي هي السيدة طبعا في الفيلم ده يبقى award يعني وسام او جايزة يعني award معنى وسام او جايزة افضل ممثلة للدور اللي هي طبعا قامت في في هذا الفيلم طبعا كلمة reward التانية يعني مكافأة يعني مجزي award الوحدة كده معناها عمبر في المستشفى لكن award كلمة واحدة معناها وسام او جايزة رسمية the tunnel was dug with the بقول النفأ ده تنين يعني النفأ ده تم فحره تم حفره with the of heavy machinery يعني عاوز يقول انه تم حفره بمساعدة الآلات الثقيلة heavy machinery الآلات الثقيلة with the aid with the aid of heavy machinery aid يعني مساعدة unemployment is an incredibly issue بقول unemployment يعني البطلة دي تعتبر issue يعني قضية او مشكلة عاوز يقول مشكلة معقدة incredibly بشكل لا يصدق يبقى complicated issue يبقى incredibly complicated issue يعني قضية او مشكلة معقدة جدا جدا she has a for expressing complicated ideas simply والبنت دي عندها موهبة ان يتعبر عن الافكار المعقدة بشكل بسيط يبقى she has a talent talent بمعنى موهبة وطبعا كلمة talented موهوب بس هي A بعدها اسم يبقى a talent موهبة high space from oil and gas have made Russia a rich country هو عاوز يقول طبعا الارباح العالية من البترول والغاز جعلت جعلت راشا دي لروسيا دولة غنية يبقى high profits طبعا profits هي اول كلمة بمعنى ارباح او مكاسب the government does its best to refresh our economy الحكومة بتبذل اقصى موهبة عندها تبذل اقصى موهبة عشان تنعيش الاقتصاد but funding is still ولكن التمويل funding يعني التمويل مازال a challenge يعني مازال امر في تحدي مازال تحديا يبقى كلمة A اصلا بيجي بعدها اسم يبقى a challenge لكن كلمة challenging يعني صعب دي صفة benefit برضو معناها فائدة بنفسها المفيد ولكن هو بيقول ولكن التمويل ده مازال a challenge يعني تحدي قدام الدولة friendly and neighborly are الكلمة تندول friendly يعني ودود are adjectives احنا قلنا طبعا ان في بعض الكلمات اخيرة هقول l y ولكن الكلمات دي نتعتبرش adverb ماشي ظرف ولكنها ايه صفة unfortunately and unluckily are يعني الكلمة دين دول يعتبر ايه طبعا الكلمات دي ظروف يبقى adverbs 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 مساعدة يعني يعني aid يعني مساعدة عاجلة parents of students are invited يعني اباء او اولياء امور الطلبة دول تم دعوتهم to the graduation يعني لحفل مراسم التخرج يبقى the graduation ceremony اللي هو مراسم التخرج يعني graduation يعني التخرج طبعا creative دي يعني ابداعية certificate يعني شهادة category يعني فئة او صنف most of my friends معظم اصدقائي my brother's wedding هذه المعظم طبعا اصدقائي حضرهم حفل زفاف اخوية يحضر يعني attended او في الماضي يعني حضرهم attended my brother's wedding flashcards اللي هي اللوحات اللي على صور دي videos او الفيديوهات and diagrams والرسوم التوضيحية are all aids كلها دي منسميها ايه teachers now use المدارسين اللي التي بستخدموها all اسمها visual aids visual aids بمعنى وسائل بصرية بتوضح للطلاب مسلا الاماكن الجغرافية في الجغرافيا او حاجات تاريخية او رسوم بيانية فيها احصاءات او احصائيات او اشياء من هذا القبيل يعني يبقى كلها من سميها الصور الفيديوهات الرسوم التوضيحية كلها من سميها visual aids يعني وسائل بصرية after space young men يعني بقول بعد ايه بقى الشباب join بينضمهم the army للجيش for military service للخدمة العسكرية طبعا عاوز يقول بعد التخرج بينضموا للجيش يبقى after graduation كلمة after دي عايجي بعدها اسم هنا يبقى after graduation يعني بقى بعد التخرج a space joins the army for military service هو عاوز يقول a هنا عايجي بعدها اسم يقول المتخرج الشخص اللي هو الايه المتخابج ده بينضم للجيش للخدمة العسكرية يبقى graduate ركز في دي بقى هو قصده كلمة graduate يعني المتخرج الشخص المتخرج ده يبقى كلمة graduate معناها الشخص الايه المتخرج او الخريج يعني بينضم طبعا للجيش بعد ايه ليقدر الخدمة العسكرية وان حصلت على الدرجة الجامعية عايز اقول كده في أبل تسعمائة تمانية وتسعين يبقى درجة الجامعية درجة الجامعية ليست سهلة ليس سهلة بالنسبالي ان انا ادي عرض تقديمي وان انا لم اعرف طبعا عايز اقول ما كانش سهلة انا اعمل عرض تقديمي قدام جمهور انا ما عرفوش لاول مرة يعني يبقى audience كلمة audience يعني جمهور يبقى شهادة للتعليم السنوية او السنوية العامة يعني شهادة للتعليم السنوية العامة اسمها كده يعني شهادة للتعليم السنوية العامة اسمها كده يعني شهادة للتعليم السنوية العامة ذي سير هذا العام بيتطلع للحصول عليها يعنيش بعد ما تقول شيء انت عايز الجمهور يتذكروا يبقى انت محتاج تعمل وقفة بسيطة كده عشان يبدأوا يستوعبهم او يكتبوا وراك يعني الاشياء المهمة عشان يعرفوا تذكروه يبني تو بوز بوز يعني يتوقف لايه لفترة قصيرة وده قولنا طبعا من ضمن التكنيات او الطرق في القاء الايه العرض التقديمي يعنيش خدنا في يعني اللغة الارشادية او الدلالية مستر جون ده كان لابس عاوز يقول طبعا بدلة سودة انيقة او شكلها جميل انيق او جميل او رائع يعني ايليجانت ايليجانت بلاك سوت انك تد ايه تعمل ايه يعني اجانب ناس جمهور من الاجانب يعني ده بيحتاج الى ترتيب واعداد جيد يبقى انك تعطي كلمة او خطبة لما نقول يعني نتحدث نقول يعني كلمة تقال او خطبة تقال السيتة دي عملت الكثير من ايه كونت طبعا الكثير من ايه من خلال بيع الايه بيع الملابس يبقى يعني ربح كبير او كثير معنى ربح هنا is what makes you different بقول الشي ده هو اللي بيخليك مختلف عن الاخرين يبقى عايز اقول له creativity يعني الابداعية الابتكار يعني الابداع دي اللي بتخليك مختلف عن الاخرين يعني بقول له درجاتك السيئة في الفيزياء that you need to work harder to be better at it عايز اقول له الدرجات السيئة دي بتوضح عايز اقول له قدر بتوضح ان انت محتاج تشتغل بجد اكتر عشان تكون كويس فيها يبقى in physics indicates كيمة تبين او توضح يعني indicates using space language in a presentation لما تستدم لغة اي بقى في العرض التقديمي makes it difficult for your audience ده بيكون بسبب صعوبة للجمهور audience يعني الجمهور to get your points is لانهما يفهمهم النقاط بتحتك بشكل سهل يبقى using complicated language يعني عايز اقول استخدام اللغة المعقدة ده بيجعل طبعا من الصعب ان الناس تفهم كلامك يبقى complicated يعني معقد i have gone on a with my close friend بل انا روحت في ايه بقى طلعت في ايه مع صديقي المقرب طبعا عايز اقول go in or gone on a picnic طلعت في نوزها يعني كلمة picnic يعني نوزها مع صديق المقرب close يعني معنى مقرب احد الوسائل البصرية a presenter can employ اللي ممكن يوظفها presenter يعني الشخص اللي بيعرض معلومة يعني يبدي بنسميها a diagram اللي هو الرسم التوضيحي او رسومات التوضيحية دي ممكن اللي بيدي العرض ايكوديمي يوظفها ويستخدمها sociable students يعني الطلاب اللي هم الاجتماعيين طبعا عدد من يعني هم كويسين في ايه النزاة طب العدد هم كويسين في تنظيم النزاة والرحلات يبقات organizing picnics كيمة organizing يعني تنظيم أو ترتيب الرحلات أو النزاة إذا presentation يعني في العرض التقديمي Out and question is a question you don't expect to get an answer to ده سؤال أنت لا تتوقع له إجابة محددة ده مثل ماذا ما قلنا بلكده اسمه rhetorical question يعني سؤال إيه؟ سؤال بلاغي يعني إنك تسأل أسئلة بلاغية ده يعتبر يستخدم في إلقاء العرض التقديمية أو الخطب يعني يعني طريقة أو تقنية أو أسلوب من استخدامه وإحنا منقول خطبة مثلا أو منقول كلمة أو عرض تقديمش Out and space is a large white bird يعني طائر كبير كده لونه أبيض with a long neck اللي رقبة طويلة that lives on rivers and lakes بيعيش في الأنهار والبحيرات وده بنسميه طبعا سوون اللي هي البجعة سوون يعني البجعة لكن بيجن يعني حمامة الأولى سبارو يعني أصفورة يعني بومة يبقى دي تعريف لكلمة سوون بمعنى بجعة the produce the produce المنتج ده sorted into كيمة sorted into يعني وضع فيه according to equality يعني طبقا للايه؟ ليه الجودة؟ يبقى هما وضعوه في فئات معينة أو تصنيفات معينة تبقى اللي جودته تصنيفات أو فئات يعني categories اللي يليتر بي categories يعني تصنيفات أو فئات معينة who do you think has بولو مين تعتقد اللي يبقى greater difficulties to achieve success and why بول مين تعتقد انه هو تغلب على great difficulties يعني صعوبات كبيرة to achieve success اللي يحقك النجاح ولماذا؟ يبقى has overcome خدنا كلمة overcome difficulties يعني يتغلب على الصعوبات the book is a great الكتاب ده يعتبر become everyone won't steal it حتى ان كل واحد وكل الناس عايزة تكره هذا الايه؟ هذا الكتاب يبقى a great احنا عندنا كلمة great صفة والصفة عايزة بعدها اسم يبقى a great success اللي يالتر see a great success يعني نجاحا عظيما it can be difficult to من الصعب أن من الصعب أن يبقى the effectiveness of different treatments هو عايزة لأنه من الصعب إنك 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 تقيم عايزة قولك ده إنك تقيم فاعلية العلاجات المختلفة أو مدى تأثيرها يعنش يبقى evaluate اللي يالتر بي evaluate بمعنى يقيم he was quite about the idea عندي هنا كلمة about شباب يبقى هو كان متحمس كان مهتم بهذه الفكر طب كلمة interested يعني مهتم وكلمة enthusiastic يعني متحمس أو مهتم بس كلمة about بديجي مع كلمة enthusiastic نقول enthusiastic about يعني مهتم بي أو متحمس بي متحمس لهذه الفكر نخلق بنا كلمة interested معها إن نقول interested in مهتم بي لكن keen on برضو مهتم بي fond of يعني مغرم بي يبقى كل واحدة من دي معها حرف مختلف حرف جرر مختلف يبقى نخلي بالنا لو حطي لي كلمة about نقول enthusiastic about طب حطي كلمة in والinterested in حطي كلمة on وال keen on حط of وال fond of يعني مغرم بهذه الفكرة أو مهتم بهذه الفكرة أو متحمس لهذه الفكرة يبقى enthusiastic about يعني متحمس لي I don't believe the stories he بول أنا مش مسدى الكصص اللي هو as about his generalist اللي هو بيخبرهن أو بيقولنا عليها أو بيحكيها عن كرمه generalist يعني الكرم I know he is a miser أنا عارف إنه هو miser يعني بخيل يبا he kills لأن كلمة stories بتاود kills خدنا kills a stores يحكي الكصص أو الكصص اللي هو بيحكيها we are discussing the findings إحنا من ناقش النتائج أو الاكتشافات of the research نتائج البحث my team have اللي صد أصدقاءنا أو الفريق بتاعنا have done لأن إحنا أخذنا من كلمة research يجي معها كلمة do أو done في التصريف الثالث يعني يعني البحث اللي الفريق بتاعنا عمله Amir is good at a picnic يعني أمير ده كويس في إيه عاوزه كويس في تنظيم النزه أو الرحلات يبقى organizing organizing picnics I need to look at the notes بنا محتاجة بصلي النوتس الملاحظات I هذول اللي أنا عملتها يعني at the meeting في الاجتماع يبقى the notes I made letter B I made at the meeting اللي أنا عملتها في الاجتماع لأن أخذنا كلمة اسمها make notes يعني دهو ملاحظات أو الملاحظات اللي أنا دهو انتهى It helps if you yourself clear goals الأمر يبقى يعني أقصر إفادة أو في مساعدة لك لو انت حددت لنفسك أهداف وطح طبعا كلمة يحدد أهداف أو يضع أهداف يعني set نقول set goals أو set clear goals يعني يحدد أهداف واضح فده communication كده متلازم مع بعض set goals she agree يعني عادول حصلت على درجة علمية in music في الموسيقى at a university in Germany يعني في جامعة في ألمانيا يبقى she got كان أصلها get a degree في الماضي بقت got a degree got a degree يعني حصلت على درجة جامعية it's not always right to compare a child يقول ليس دائما من الشيء الصح أو من الصح أنك تقارن الطفل other children in public تقارن طفل بطفل آخر الأطفال الآخرين in public يعني قدام الناس أو في العامة أو في العلن يبقى compare a child with كلمة with هنا بمعنى يقارن شخص بشخص أو طفل بطفل we agree to meet midday midday يعني منتصف النهار وكلمة midday بتاخد كلمة add نقول add midday أو add midnight each child has the right كل طفل له الحق good education طبعنا نعاوزين نقول له الحق أنه هو الحق في أن يأخذ تعليم جيد يبقى كلمة right تاخد to the right to يعني له الحق في ده تعبير على بعض كده the right to أو have أو has the right to له الحق فيه مستر محمد has it clear that he will never argue over football يعني مستر محمد وضح الأمر أو جعله من الواضح أنه لن يتجادل مرة ثانية بخصوص كرة القدم يبقى خدنا كده made it clear كلمة made it clear يعني وضح هذا الأمر أو جعله من الواضح these are the prizes we are giving to topers بقول هذه هي الجواز اللي احنا من وزحها على اللي هما المتفوقين وخدنا كلمة يوزه يعني give out هنا طبعا قال لي giving out لأنه في كلمة are null are giving out يعني يوزه على المتفوقين the applicant's personal photos يعني الصور الشخصية المتقدمين are attached يعني متصلة أو ملحقة بإيه بذير application forms باستمارات التقدم للوظيفة يبقى attached مع كلمة to متصل بي أو مرتبط بي she unlocked the door هي فتحت الباب كلمة unlock يعني يفتح and walked ودخلت الغرفة أو إلى غرفتها and walked into نقول كده walked into her room دخلت إلى غرفتها I'm going to join university طبعا بتكلم في المستقبل هنا بقول سوف أنضمي الجامعة العام القادم with the year to come أو in the year to come يعني في العام القادم طبعا going دو بدأ عبر عن مستقبل the anthem of ugly يعني كلمة عكس كلمة ugly ugly يعني قبيحة حكسها elegant elegant يعني شيء جميل أو أنيك يعنيش he seemed perfect at speaking English هو يبدو أنه هو perfect يعني مثالي أو جيد جدا في تحدث اللغة الإنجليزية the anthem of perfect is والمراد في كلمة perfect يعني خدنا كلمة perfect يعني تام أو معناها ideal كلمة ideal ideal يعني مثالي أو رائع my mother made the picnic يعني والدتي عملت and put it in big bag وحطوه طبعا في شنطة كبيرة طبعا كلمة picnic هنا مش معناها نزهة كلمة picnic معناها الطعام أو الوجب اللي حنا بناخدها معنا برا the word picnic here can be replaced by فكلمة picnic دي ممكن نستبدلها بكلمة ايه؟ طبعا ممكن نستبدلها بكلمة outdoor meal outdoor meal طبعا picnic كده لها معناها نزهة أو معناها الأكل اللي احنا من عنده أو من جاهزه للنزهة أو الرحلة طبعا هو بقول لي حطوها في الشنطة يبقى كده معناها outdoor meal يعني وقبة خارج المنزل I'm proud of being Egyptian بولي أنا فأقول إن أنا مصري this means I being Egyptian ده معناه أعزين معناه تاني لدي نفس المعنى معناها I take pride in كلمة take pride in بتسوي كلمة I am proud of teenagers still need some guidance يعني الناس المراقين دول أو المراقين محتاجين بعض الإرشاد the word teenagers المراقين كلمة مراقين they can be replaced by يمكن نستبيلها بكلمة young boys يعني أولاد صغيرين لكن كلمة young people معناها الشباب لكن teenagers تسوي young boys the performance was good الأداة كان كويس if not spectacular ده لو ما كانش يعني هو أمر رائع كمان the cinema of spectacular بقول لي مرادة في كلمة spectacular معناها رائع أو مبهر يبقى تسوي كلمة impressive impressive برضو معناها رائع أو مبهر نجد الوقت على derivatives المشتقات and language notes والملاحظات اللغوية space relations between the two countries have continued through this difficult time يعني هو عايز أقول طبعا العلاقات الطيبة بين البلدين يعني استمرت خلال هذا الوقت الصعب طبعا احنا عندنا كلمة relation هنا اسم واحنا قلنا قبل الاسم لازم نجيب صفة فين الصفة هنا هي friendly friendly relations يعني العلاقات الطيبة أو العلاقات الحسنة أو الودودة واحنا قلنا ان كلمة friendly هي كلمة فيها الي ولكن الكلمة دي تعتبر صفة ورحيصة ظرف ويقول شو تريد انيميلز احنا لازم كلمة نعامل الحيوانات هنا بقى عايز ظرف لنا عامل الحيوانات بطريقة فيها رحمة وطيبة يبقى in a friendly in a friendly wage بطريقة ودية أو بطريقة فيها عطف يبقى القولة صفة وهنا عايز ظرف يبقى in a friendly wage you must be very of your son ولازم تكون فخور جدا بابنك يبقى you must be very proud خدنا proud طبعا proud اللي هي letter be يعني فخور بي. طبعا كلمة براود. بقول هنا كل المصريين مفخرين بهذا المشروع الهندس العملاك. ماسيف يعني عملاك. يبقى براود اوف. وكلمة اوف بي يبعديها نوان. او فعلي فين جي. لكن الجملة اللي بعدها هي هي يبقى لي وحاطط لي كلمة هاف. هاف دي فعل. لما لقي فعلي في المصدر يبنحط كلمة تو. يبقى تو هاف. ان يمتلكوا هزا الايه? المشروع الهندس الضخم. لاحز ان كلمة معناها يكارن شخص بشخص او شيء بشيء. لكن يشبه شخص بشخص او شيء بشيء. في فرق بين الاتنين. بعض الكتاب بيشبههم. ركز بقى بيشبهه النوم بالموت. يبقى كومبير سليب تو ديث. يبقى لتر بي. هنا معناه يشبه شيء بشيء. بشيء. يعني البوليس كان بيكارن اللي البصامات الخاصة بهذا السسبيكت يعني المشتبه فيه. كان بيكارنها باللي هو لقاها في مشهد الجريمة. يبقى بيكارن شيء بشيء يبقى كلمة يبقى بيكارن بصامات هذا المجرم المشتبه فيه. ب اللي هو ما وجدوها في مشهد الحادث او الجريمة. هي تمكنت ان هي تلاقي وظيفة. يعني بعدها وكلمة يجي بعدها اسم. يبقى يعني بعد التخرج. هو هنا عايز يقول انا خريج جامعة القاهرة. نلاحظت الجملة اللي فوق كانت التخرج. ان كلمة بعدها نون. فققنا بعد التخرج. التخرج لكن بقول انا متخرج او انا خريج جامعة القاهرة. كلمة الخريج لما نلاقي اي بنقول اي 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 اجراجويت اف. على بعض اياكد. اقول اي اي ام اجراجويت اوف يعني انا خريج جامعة كاسا. الانترنت دا بيسمح لك ان انت tue ايه بقى انك تقارن الاسعار اللي في شركات متنوعة يبقى يقارن يعني compare اللي يلتر بي بقول unemployment يعني البطالة دي تعتبر a major of poverty يعني هي سبب كبير او رئيسي للفقر يبقى a major cause كلمة cause معنى سبب ويجي معها كلمة of طيب مصر كلمة reason معناها سبب بس كلمة reason بيجي معها كلمة for a wash لكن of no cause of سبب لي give me one good reason i should help you بولي ديني سبب واحد بس يخليني اسعدا لاحظ ان كلمة reason هنا بعديها i should يعني بعدها فاعل وايه وفعل احنا قلنا مع reason اما for اما wash بس كلمة for d بيجي بعدها فعلي fi ng او noun لكن كلمة why هي اللي بعدها فاعل وفعل وهو جايب لي في الجملة هنا فاعل وفعل فهنقض كلمة why the reason why يعني السبب لي it's necessary to use caution with chemicals بول من الضرور انك تستخدم ايه؟ هو بيقول الحرص الشديد caution يعني حذر او حرص طب الشديد طبعا كلمة caution دي تعتبر اسم فالاسم عايز قبلي صفة يبقى extreme extreme caution ما يفعش نقول extreme لهنا لان الظرف ما بيوصفش اسم الصفة هي اللي بتصف الايه؟ الاسم يبقى سيه هنا يا صفة يبقى extreme caution الحذر الشديد when will he to the invitation يعني متى هو سيرد على الدعوة دي؟ يرد على الدعوة يعني reply to reply to the invitation يعني يرد على هذه الدعوة they use هما بيستخدموا ways طرق طبعا عادي اقول طرق ابداعية to market their services to customers عشان يردوا طبعا الخدمات بتاعتهم للزبائن او العملاء طيب كلمة ways دي تعتبر اسم وحنا قلنا قبل اسم عادي انصفة فان الصفة اخرها ive they use creative creative ways يعني طرق ابداعية فيها ابتكار دي الصفة جاءت قبل الاسم several changes have already been implemented بقول في تغيرات كبيرة بالفعل تم تطبيقها او تنفيذها in our government في الحكومة بتاعتنا طيب تاني برضو كلمة changes this تعتبر اسم ايه اللي جاء بالاسم طبعا اللي جاء بالاسم صفة يبقى الصفة هنا significant بمعنى كبير وهام وضروري significant changes يعني تغيرات ضرورية وكبيرة وهامة the film was so real that all that الفيلم ده كان يعني حقيقي جدا ذات يعني لدرجة كل we're immersed in it كانوا منغامسين فيه او منهمكين معاه لدرجة ان كل المشاهدين كانوا منغامسين طبعا المشاهدين في استاد او في سلمة من ساميهم spectators اللي بيشوفوا الحدث قدامهم يعني لكن مراقبين مشاهدات برضو مراقبين لأ لما واحد بيشوف الاستاد او بيشوف السلمة فينه يقول عليه spectator متفرج بقول يعني ارباح الشركة يعني انخفضت ده معنى ايه طبعا معنى ان الشركة خصيت فلوس كتير means that the company that the company has lost a lot of money lost a lot of money يعني فقدت الكسير من الاموال يعني يعني بقول العشاء ده لم يطهى بشكل جيد هو جايب لكلمة تصريف تارد والتصريف التارد عايز طبعا زرف يبقى معناها سابق مناسب يعني ممتلكات ولا هي طبعا هتكون يعني بشكل مناسب والاطعام ده او العشاء ده لم يطهى بشكل مناسب فكلمة معناها بشكل مناسب لكلمة لكن مناسب بس واحدة صفة واحدة ظرف طب ليه اخدنا الظرف لان الظرف بيجي بعدي تصريف تارد لما يكون في تصريف تارد احط قابليل الظرف يبقى لم يطهى بشكل مناسب او بشكل ايه جيد يبقى لجابة عتكون عتكون لتر دي مناسب بشكل مناسب بشكل مناسب بشكل مناسب ترجمة نانسي قنقر